أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران العسكري للمسيرات وذلك ردا على هجومها ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن تستهدف 16 شخصا وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيار منها طائرات شاهد التي تم استخدامها خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 أبريل الجاري ترجمة نانسي قنقر